فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية ولقول بعضهم إنه مجالس الخنى وقول بعضهم إنه الغناء لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس والذين لا يشهدون الزور الزور عام في كل مزور من الكذب في الدين أو في الحديث أو غير ذلك في الشهادة حام فالآية عامة يدخل فيها أعياد الكفار لأنها من الزور يدخل فيها الغناء لأنه من الزور يدخل فيها رطانة الأعاجم لأنها من الزور فالزور كلمة عامة فاختلاف تفاسير السلف لقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور ليس هو من اختلاف التضاد وإنما هو من اختلاف التنوع لأن الآية عامة لكل ما قيل فكل واحد ذكر نوعا من أنواع الزور نعم قال لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفا ويقال له هذا بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف يعني ليس الخبز مقصورا على هذا الرغيف شكله ومادته وإنما الخبز عام فهو يعطيه نوعا من الخبز لحاجته إلى ذلك وليس هذا يدل على أن الخبز هو هذا الرغيف فقط وإنما يعطاه نوعا منه وكذلك هذه التفاسير كل ذكر نوعا مما تدل عليه الآية بحسب حاجة المستمع موسيقى